هذا هو الحال في دولة كانت الطائرات اللي راح تهبط في مطار بيروت تجوب سماء مطار بيروت حتى يؤذل لها بالنزول عشان يبقى فيه مكان فاضي ده كان الحال في لبنان لبنان اللي هي كانت دولة أوروبية وجدت بالخطأ في المنطقة العربية السياسة الفساد السياسي الفساد الاقتصادي سيطرت وهيمنت جماعة أو حزب زي حزب الله على القرار السياسي والاقتصادي والدخول في مفاصل الدولة ومحاولة إدخال اللبنان بشعبها داخل بوطقة حزب الله وعمر ما ينفع أن في دولة تدخل داخل الجماعة الأصل أن الحزب أو الجماعة هو اللي بيتماشى مع الدولة وده اللي كان ممكن يحصل في بلدنا النهاردة لما أعرف في تقرير لوكالة بولومبرج أن الجنيه المصري هو الأفضل أداء في الأسواق الناشئة أثناء أزم الكورونا أنا بحمد ربنا طبعاً إحنا 105 مليون يا أخوانا كلام ده حقيقي متى بتنزل بتلاقي الدولار في السوق ب16 جنيه و10 ساخ رب أنا متضامن طبعاً مع المواطن اللبناني أتمنى يا رب الأزمة والغمة دي تروح والاستقرار يرجع لبلد جميل اسمه لبنان والخمسين في المئة من الشعب اللبناني اللي نزلوا تحت خط الفقر تعود أمورهم الاجتماعية أفضل ترجمة نانسي قنقر